اشتركوا في القناة ربما يعني هذا بيكون ازعاج لأهله ولقيله كمان ويكون ممكن يكون عنده أسبابه الخاصة اللي هو مش قادر يعبر عنها فنعرف أكتر ماذا نعني بالطفل كثير البكاء هلا أول شي لازم يكون عارفين أنه طبيعي الولد يبكي يعني أي طفل طبيعي أنه يبكي ويعبر بالبكاء ليه؟ لأنه هو ما بيقدر أنه يحكي زينا يعني ما بيقدر يعبر مثل ما الكبار بيعبدو فهو ممكن أن يلجأ للبكاء لحتى يعبر عن شغلة معينة فهذا الإشي طبيعي والأم مثله محالها لما تشوف إبنها عميبكي تمام؟ بس في عنا طرق معينة ممكن للأم أو الأهل بشكل عام يعني حتى الأب أكيد إلو دور كتير كبير بهذا الموضوع إنه يتعامل مع طفلهم بطريقة معينة نعم هلا البكاء فيه له أسباب في عنا أسباب يلي هي الأسباب الصحية ممكن مثل إنه الطفل أصلا هو وصل لعمر معين ما بيحكي يعني مثلا فيه أطفال بيوصل لعمر سنتين أو ثلاث سنوات وهنا لسه ما عم يحكوا فبيلجأوا للبكاء لما بدهم شغلة لما بدهم اشتابوا ماي لما بدهم يعبروا عن شغلة معينة بيلجأوا للبكاء فهذا سبب من الأسباب بيالي الطفل بيبكي فيها هون بدنا نعالج النطق هذا بيصفي شغلة تانيا لحتى ينساعد الطفل إنه يعبر عن احتياجاته فبنا نساعده إنه بيلحكي طبع هلا السبب الثاني ممكن إنه الأم أو الأب ما بيسمعوا طفلهم يعني الطفل بدي يجي يعبر أو بدي يجي يطلب شغلة أو بدي يجي يحكي شغلة الأهل ما بيسمعوا طفلهم فهو بهاي الناحية بيلجأ للبكاء لحتى يجذب الانتباه ويخلي الناس يطلعوا عليه حلو هلأ في عنا سبب يلي هو الغضب لما الطفل يعصب لما الطفل يزعل من شغلة معينة فبتلاقيه فجأة إنه صار يبكي ويصرخ وبس بكاء بدون ما يحكي هو شماله فهونا الأم شو لازم تعمل مع طفلها أو الأب يعني أو أي حدا بيقعد مع الطفل ينزل أول شي لمستوى الطفل إنه يحط عينه بعين الطفل الاي كونتكت مع الطفل كتير مهم هذا الشي بيساعد إنه الطفل يتقرب منك ويسمعك منيح فبتطلع على الطفل وبتنزل لمستوى بتحكي مع الطفل إنه أنا مو قادر أفهم عليك وإنت عم بتصرخ وطي صوتك وإحكي معاي منيح لحتى أقدر أفهم عليك أو أنا ما بس مع الصوت العالي أو أنا ما بس مع الولد لما يصرخ فهنا الطفل الحال رح يستوعب إنه لأ بده يوطي صوت البوكل حتى يقدر غيره يسمعه فبس بدنا نكون إنه ريئي مع الطفل يعني لما الطفل يصرخ نحنا ما نصرخ معه هلأ فيه مثلا ناس بيحكوا إنه لما الطفل يصرخ احكي بنفس النبرة اللي هو بيحكي فيها كل حدا عم بيختار مع الثاني هلأ هنا غلط لأنه الطفل رح يفكر إنه الحوار الصح هو إنه يعلي صوته كل ما عالى صوته كل ما يكون صح هلأ هذا غلط لازم نحنا نوطي صوتنا قد ما منقدر حتى الطفل يهدى فإنه إذن إحنا علينا الطفل رح يعلب زيادة إذن إحنا هدينا الطفل رح يهدى تمام فهي يعني هذا كمان من الأسلوب طب شو رأيك بالتجاهل داني يعني في بعض الأشخاص بيحكوا إنه لما الطفل يعصب أو يصرخ أو يصير يبكي يتجاهلوا لبين ما هو يهدل حاله هل بتلاقي هاي طريقة مناسبة أو لا؟ بالزبط هاي مناسبة لما يكون الطفل عام يبكي لدلع هلأ فيه مثلا أطفال بتلاقيهم فجأة بالإن بتروح بتروح هي وابنها على المول أو العيلة فجأة الولد يبير محاله على الأرض ويصير يبكي لم يبدوا لعبة معينة هلأ هنا الأهل بهاي الحالة ما يستسلموا لطفلهم يعطوه لي بديوا إياه لازم يعمل بالانس بين الآ باللأ يعني بدي أعطيك أو ما بدي أعطيك مو دائما يعطوا الطفل للعبة أو الشغلية اللي بديوا إياها لما يبكي بنفس الوقت موش دائما يحكوا للطفل لا 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 لأنه هذا الشيء رح يقلب للعناد عند الطفل فبدينا نوازن بين الآ واللا فالطفل بهاي الحالة لما تلاقيه رمح حالة على الأرض فجأة ممكن الأهل يتجاهلوا الطفل لأنه إذا سيكون معه رح يزود رح يفكر أنه هاي الطريقة الصح البكاء أنه هي الطريقة الصح لحتى أخذ يلي بديها فلأ نتجاهل الطفل طب شو السبب الرئيسي دانيا نحن نشوف بعض الأطفال ما ببكوا وبعض الأطفال ببكوا كتير يعني بعض الأطفال أي شيء بدهم إياه نحن نتحدث عن عمار التي يمكن أن يكون فيها الطفل مثلاً 4 أو 5 سنوات فما فوق يعني هي الأعمار التي يمكن أن يكون فيها تفاهم ليس الأعمار التي كثير صغيرة فبعض الأطفال في هذه الأعمار 5 أو 6 سنوات يبكو أكثر من أقرانهم ما يكون السبب؟ السبب هو أن يرجع من هو الصغير لكيف كان في بيته يعني الطفل أنه تعود أنه عندما يبكي يأخذ يلي بالديام فهذا السبب، السبب الثاني زي ما حكيت أن الطفل لا يستطيع أن يعبر منيح فهنا يكون مشكلة عنده بالتعبير فالأهل لازم أنهم يعدوا مع طفلهم ويحاولوا قد ما يقدروا يحكموا ويفتحوا موضوعها مع الطفل يعني هون بجوز مهمة الأهل أنهم يساعدوا طفلهم يعبر أكثر يعني بجوز مهمتهم هم يحكوا معه أكثر على أساس يقدر يفهم ويتعلم لغة التفاهم أنه أنا بقدر أحكي وأخذ الأشي اللي بديه أحسن ما أني أبكي بالضبط، إنه مش كل شيء بالبكة يعني البكة هو مش الوسيلة الصح لحتى أنت تحصل على اللي بدك ياه لا في عندنا أسلوب يلي هو الحوار وهون الأهل أنه دورهم أنه يحكم مع الطفل بأسلوب رايق لحتى الطفل يتعلم شو هي الطريقة رب دانيا مرات الأهل بكون في عندهم طفل أكبر وهذا أسلوبه والطفل الأصغر منه شايف أنه والله أخوه عم بيبكي عم بيحرد عم برمح حاله بالأرض فممكن يصير فيه عدوة وهون كيف ممكن إذا إحنا ما عرفنا نربي الطفل الأولاني بهذه الطريقة كيف ممكن نسيطر على تصرفات الطفل الثاني بحيث أنه هو ما يقلد أخوه الكبير أو أخوه هلأ الأطفال بطبيعتهم بيقلدوا بس هلأ الزغير مثلا إذا الأهل هن بالأصل ما تعملوا معه بطريقة إنه إبكي بعطيك اللي بدك ياه بيكون هو عم بيقلد بس لأنه بده يقلد أو ممكن يعمل هذا الإشي من إنه بس هيك يعني بس مزح أو يتخوت على أهل ممكن مثل ما نحن بحكيها إنه الأطفال أسكية فلما يشوف أخوه إنه عم يبكي لحتى ياخد يلي بده ياه بيصير الصغير يقلده بس بطريقة المزح حتى ممكن تلاقي إنه يبلش يقوح وبده يستفرغ إنه لحتى ياخد يلي بده ياه فهو بصف تقليد هلأ هون الأم أو الأهل يعني بشكل عام بدهم يحكم مع الكبير يفهمه إنه أنت الكبير أخوك الصغير هيك عم يتصرف مثلك عم يقلدك أنت لازم تعمل التصرفات الصح لازم تتعامل بهاي الطريقة لأنه أنت القدوة أنت الأخ الكبير فهو بدي يعمل مثلك فإنه هنا هو الطفل الكبير بحس حال أنه لا أنا الكبير فعلا وأخوي الصغير عم يعمل مثلي فأنا شو ما أعمل هو عم يقلد نعم دانيا في كثير من الأهالي بيعانوا من مشكلة العناد عند الأطفال أنه بكون الطفل عم بيعاند لدرجة كثير كبيرة أنه ما بده يعمل هذا الأشي ما بده يلبس ما بده يأكل ما بده يدرس ما بده يروح ما بده ييجي وبكون جزء من هذه العملية كلها ممكن يتجه للعدوانية ممكن يتجه للصراخ ممكن يتجه للبكاء ممكن يتجه لتكسير الأشياء ممكن يتجه لتصرفات عدوانية من ضمنها البكاء والصراخ فشو النصائح العامة اللي بتصحيحها للأهل اللي عندهم أطفال عندهم تصرفات عدوانية أو فيها حجم عناد كتير عالي هلأ هون الأهل لما بدهم يتعاملوا مع طفلهم ما يحكوا بطريقة الأمر إنه هلأ بدك تعمل هلأ بدك تساوي هون الطفل ممكن يعاند بزيادة ونسبح كد قبل شوي مشكل إشي لا فإنه نحن بدنا نوازل بين أهل واللا وبنفس الوقت بدنا نخير الطفل يعني مثلا بدنا نخلي الطفل إنه يلبس هلأ لبسة معينة من خيره بين لبستان ممكن هاي لبسة هما ما بدي إياها ومعند عليها إنه خلص ما بدي إياها من خيره بين لبستان مثلا الأهل رضيانين عليهم أو من خيره بين شغلتين الأهل إنه أوكي يقابلين عليهم فبس منحط الطفل بين خيرين لحتى هو يختار الإشي اللي بدي إياه هيك إنه بفكر إنه خلص أنا عملت يلي بدي بس بطريقة مناسبة للأهل نعم طيب يعني نصائحك بشكل عام لما يكون في عدد أطفال كبير بالبيت أو يعني أكتر من طفل طفلين ثلاثة أعمارهم متقاربة نصائحك لحتى الأم ما تكرر الغلط مرة تانية أو الأهل ما يكرر الغلط مرة تانية مع الطفل الجديد إيش لازم يعملون كيف يدارك والأمر هلا هذا الشي بيصير بالبيت وبيصير بنفس الوقت بالروضة مع المعلمة بيكون فيه طفل شخصيته أنا بيبكي كتير وبتلاقي الأطفال كليتهم ممكن يقلدوا هلا هنحنا إذا بدنا نعالج بدنا نعالج الطفل الأساسي اللي هو هو اللي عم يبكي أو هو اللي عم يعمل هذا السلوب نحنا عم نحكي مع الطفل بس ما نحكي بشكل عام لأنه إذا حكينا بشكل عام رح يأثر بشكل سلبي على الطفل إنه هو رح يكون إنه زيكي أنا عندي مشكلة كبيرة فرح يدايا أكتر نحنا بنحكي مع الطفل بشكل فردي نعم ومن فهموا إنه إذا أنت هيك بتعمل أصحابك رح يصيروا يقلدوك أو إخوانك رح يصيروا يقلدوك لا أنت القدوة وإنت اعمل الصح لحتى غيرك يعملوا مثلك صح وفيه كمان أسلوب كتير لازم يتبعوا الأهل أو المعلمات في الروضات يلي هو التعزيز إنه لما هذا بشكل عام سواء بالبكاء أو بأي سلوك عند الطفل إنه عزز الطفل لما ما يعمل هذا السلوك يعني يطلب شغلة بدون ما يبكي يعمل شغلة بدون ما يبكي هنا دور الأهل إنهم يعززوا سواء بكلمة حلوة أو بشغلة ما شكرا جزيلا دانيا ريال أخي صائية تربية الطفل عفوا شكرا جزيلا لإليك